نهار ده رابط الأندية أصدري بعض العقوبات الخاصة بمباراة القمة والعقوبات كلها لحاجة ما كانتش مفوط تحسب استعال أقول لك العقوبات عن إيه وبعد كده نعود نتكلم شوية مع بعض تقريب نادي الزمالك 50 ألف جنيه وده لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت إقاف عمرة بول عز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة عدم مصاحبة مصطفى حسين ميلا عامل فريق الزمالك في المباراة لمدة أربعة مباراة لتعمده سحب وإخفاء الكرات في الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت طيب أقول لك رأيي في القصة دي أنا مستني من مجلس إدارة نادي الزمالك عقوبات على الناس اللي موجودة في الجهاز الفني للزمالك أو الناس اللي بالتعاون يعني اللي عملوا اللقطة دي عشان دي حاجة مفهاش حب النادي الزمالك يعني هم عاملوش كده عشان خايفين على نتيجة بس كده هم ما فادوش الزمالك هم يضروا بصورة نادي الزمالك نادي الزمالك مش محتاج حد يعطى اللعب فرقة الزمالك دلوقتي فرقة جيدة جدا فمش محتاجها وحتى قبل كده وبعد كده الزمالك كبير فلا محتاج حد يضيع الوقت ولا يسحب الكور ولا يعمل اللقطة اللي دمها تقيل دي ومش بس كده ده هو فيه أطفال دول أشبال دول دول هم مفوض يبقوا مستقبل في الكورة اللي بقوا عاديين حوالين ملعب دول فأنت بتعلم الأطفال دول الأشبال دول ايه بتعلمهم ايه كده هم نقول اللعب والفير بلاي والاحترام ويشتغل بمجهودك وتعبك وبعدين ده نادي الزمالك ده نادي الزمالك فعشان كده بقولك أنا لو ما سأقول في نادي الزمالك لقعاتلي بقى الناس اللي كانوا بيضايقوا دي تتعاقب تعال يا حبيبي انت عايف انت كده بتدرب اسمي انت كده بتدرب بمكانتي وانت كده بتحب النادي انت كده لأ انت كده بتأذي النادي ما بتحبهوش دي حركة مش كويسة انا مش محتاجك تعمل لي كده فيه لعيبة كبيرة في الملعب فيه مدير فني وجهاز فني كبير على الدكة مش محتاج انا واحد يقعد يخب الكور صراحة يا طيب